السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موليد برج الأسد النهاردة قرأتنا عن كرم الظالم مش بس كرم الظالم النهاردة قرأتنا بقولك فيها على شخص هيقدم ليك مساعدات مالية كبيرة وجايلك من وراء خير كتير وبقولك فيها قراءة أبرز الأحداث الفلكية اللي في المربع بتاعكم الفترة اللي جاية والتأثير الكواكب عليكم وبقولك فيها قراءة فنجان تفصيلية زي ما بتحبوها بالظبط بس ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو عندك سؤال تسيبه في خمس تعريقات هيتم النهاردة الإجابة على أسئلة بتاعت الفيديوهات السابقة وما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشيرنا الفيديو عشان خطر يوصل لأكبر عدد من مواليب برج الأسد وخلينا نبدأ الفيديو بدون مقدمات كتير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بقى الفيديو بشكل مباشر مع توقعات التاروت لبرج الأسد خلال المرحلة القادمة أبرز توقعات التاروت والأورتن والتنجان كارما الظالم وهنشوف مجموعات المراية التفصيلية وهنشوف كارما الظالم هنشوف مشاعر الحبيب هنشوف قراءة بكل ما تحمله معنا الكلمة تفصيلية لموليد برج الأسد بس كل اللي برجوه منكم إن لو أنت لسه دي معنا في القناة تشترك وبرجو منك إنك أنت تشوف الفيديو من أول ديئة آخر ديئة لإني بقول كلام مهم في النص والنهاردة هقول لكم على أحداث فلكية مهمة جدا لكم خليها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ساكس شايف هنا بيدج أوف وونت الكارت اللي بيدل يا موليد برج الأسد إن الفترة اللي جاية هتكون فترة تحقيق أهدافكم وتحقيق أملكم اللي بتسعوا ليها وتحقيق كل شيء بتتمنوا السفين هنا اللي بتدر على الحيرة اللي انتوا بتمروا بيها شايف إن انتوا بتمروا بحيرة صعبة جدا مش عارفين تتخذوا القرار بتفكروا ومحترين ومش عارفين تتصرفوا إزاي وشايف هنا فايف وونت الكارت اللي بيدل على إن في أشخاص عندكم بيطلبوا بحاجة مش مش بتاعتهم في أشخاص عندكم بيطلبوا بحق مش حقهم في أشخاص عندكم بيعملوا لكم مشكلة وإزعاج بسبب حاجة هم اللي جايين عليكم فيها كارت الشمس اللي هيزهر بعد كارت الشمس هو اللي هيحدد معانا بدايتك الجديدة هيكون فيها إيه وظهر بعد كارت الشمس او صفحة العملات الكارت اللي بيدل على إن الفترة القادمة عندكم هي فترة مالية هي فترة إنجازات على الصعيد المال أو فترة شفاء على الصعيد المالي شفاء بتمروا بيه على الصعيد المالي شايف عندكم تحدي صعب قوي مع عدو بيكرهكم جدا والعدو ده مش سهل بس هيكون فيه معاكم ناس بتدعمكم وتقف جنبكم لمواجهة الشخص ده شايف كوين оф كابس الكارت اللي بيدل على إن فيه نوع ما من الاستقرار في حياتكم خلال المرحلة دي على صعيد تحقيق الإنجازات وشايف كأنكم أصبحتم مميزين أصبح أسلوبكم ساحر أصبحت شخصيتكم قوية أصبح عندكم براعة أكتر في العمل شايف شايف تو اف بنت كارل آسف كابس شايف إن فيه عرض مميز هيتقدم ليكو أو فيه حد هيدعمكم الحد ده أنتم ما كنتوش متوقعين منه إنه يقدم دعم ليكو ولكن الشخص ده هيدعمكم شايف آسف بنت كال إن هيكون فيه تحقيق مبلغ كبير قوي أو دعم مالي كبير قوي للشخص ده شايف زوائل اف وورتن إن تغيير عجلة الحظ عندكم يا مواليب برج الأسد الفصل اللي جاية بيتجه نحو الحكمة من قبل الشريك أو الحكمة العاطفية في العلاقة اللي بتسيطر عليها وبتحطها في النطاق الآمن وبتبعدها عن نطاق المشاكل شايف نايت فكابس إنه كنتو معاكم شخص أو القدر بيقرب لكم دلوقتي لأشخاص المميزين قوي أو بمعنى صح يا مواليد برج الأسد الأشخاص التقال لو أنت ست هترتبتي براجل غني لو أنت رجل هترتبت بوحدة جيدة مستواها المالي جيد شايف إنه كلكم بترتبته بناس أغنية أو مستواهم المالي مستقر أو حتى لو مش ارتباطه بتصححه أو بتصلحه علاقات مع ابن أو حاجة زي كده ابنكم ده هيكون عنده مستوى المالي كبير لو أنتم بالفعل مرتبطين الشريك مستوى المالي هيزيد الفترة اللي جاية شايف إنه كنتو بتحققوا أهدافكم بالشكل الصحيح وبتوصلوا بكل اللي أنتم عايزينه وشايف هنا إن بعضكم هيكون عنده استقبال مولود جديد وهتفرحوا بالأمر ده قوي هيسعد قلبكم شايف سكس أوف قابس إنه كنتو بتواجهوا ساعات أو متوقع تواجهوا مشكلة مع الشريك خلال الفترة اللي جاية المشكلة دي الشريك هيحاول يبدع عنكم الشريك هيحاول إنه هو ينهي العلاقة ويتجاوزها وهتكون مشكلة صعبة هتواجهوها مع الشريك ولكن بعدها العلاقة هتعود بشكل أقوى وهتعود ثبت أكتر وهتستقر مرة أخرى شايف إنه كتير منكم يهم المتجوزين جديد أو اللي كانوا بيمتظروا حمل بيكون في استقبال للمولود جديد الفرشة دي جاية وشايف المولود ده عند مولود برج الأسد آآ جاي في كارت جاستك جاي في كارت حدث غير لبرج الأسد حياته كأنه حدث طوارق شايف إن حدث الولادة ده آآ ما كانش مولود برج الأسد متوقع وشايف إنه هيجيب له نكد أو هيجيب له ضغط نفسي شايف هنا إن كنتوا محبوبين محبوبين بكل ما تحمله معنا الكلمة شايف إن في كتير منكم بيشتغلوا في مجال الفن أو بيشتغلوا في مجال السوشيال ميديا أو عندهم قنوات على اليوتيوب أو ممكن يكونوا مدرسين أو بيهم شعبية وشايف سري أو فون الكارت اللي بيدل على إنكم هتتجاوزوا الفترة الصعبة اللي في حياتكم مع الشريك دلوقتي بسهولة بإذن الله مهما إن كانت صعبة إلا إن الفترة دي متوقع انتهاءها ومتوقع إن هي تنتهي على يعني فترة نجاح مالي كبير جدا وضخم وسريع لمواليد برج الأسد وافرة مالية عزة صروة بس متوقع إن يحصل مشكلة كبيرة قبل الحدث ده شايف هنا إن كتير منكم بيقاكم مشاكل مع أبنائهم أو بسبب أبنائهم أو مشاكل بيها علاقة بالأبناء وهي دي أكتر حاجة مسلبة لكم من الضغط العصبي أو المحاكمة أو المشاكل اللي انتم مش عايفين تحلوها اللي مستنين عدلت القدر فيها شايف سيجن أوف ووند إن في حد هيدعوكم لحل الحل ده هتسمعوا الشخص ده وهتكونوا عندكم حيرة في اتخاذ القرار ولكن الحل ده هو آخر حل ممكن ينقصكم من مأساة كبيرة لو ما عملتوش إن الشخص ده هيقول لكم عليه الشخص ده أبساً بيساعدكم مساعدات قوية وهو ده اللي هيجي لكم منه المبلغ المالي والشخص ده هينصحكم نصيحة تعملوها لأنه هو أضرب مشكلتكم قريب منها شايف إيته في قابس إن الشخص ده هيجذب ليكم تعاطف الناس وهيقرب منكم وهيتفاعل معكم بشكل قوي وشاهد هنا زمون إن هينتهي الحدث ده بنصرة كبيرة جداً لكم وبإظهار الحقائق تعالوا بقى نتشوف الأوريكل الأوريكل عندكم ونشوف الأوريكل فيه إيه الأوريكل شايف إنه كنتوا ليكم جاذبية كبيرة جداً ليكم سحر منفرد ليكم تأثير خاص يتأثروا في قلوب اللي حواليكم بطريقة جميلة وتحديداً في أماكن الاحتفالات أو الأماكن اللي بيكون فيها موسيقى احتفال بنجاح حفلات نجاحات نوادي يكون لكم تأثير كبير قوي وجاذبية خاصة في الأماكن دي شايف إنه كنتوا اللي مش مرتبطين من النوع ما عندوها مرتباط وعندكم دخول في علاقة العلاقة دي هتكون مع شخص مميز هتتفتنوا بيه وهيتفتن بيه بإما شخص أنتوا مرتبطين بيه بإما اللي مش مرتبطين شخص هترتبطوا بيه وفيه دخول معاه في علاقة شايف إن الشخص ده هيملأ عندكم الفراغ النفسي والفضل فترة اللي جاية وهتكونوا سعاداء جداً بالأوقات اللي بتقضوها مع الشخص ده الشخص ده من مميزاته إنه شخص نقي مش عايز منكم أي مصلحة مش عايز منكم أي حاجة مش بيستغلكم مش بيجدد مش بوشين وهيكون عندكم فترة من الفرح والنور والسعادة كبيرة جداً 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 مع الشخص ده نقدر نقول إن الشخص اللي إحمد ما تحدث عليه فتقتكم دلوقت يا مواليد برج الأسد هو الرؤية لمدخلكم في السنوات القادمة أو الرؤية لحالتكم النفسية في السنوات القادمة بإعلاقتكم معاه شايف هنا إن كتير منكم هيشترم جوهرات الفترة اللي جاية سواء بقى كاية أحجار كريمة أو دهب أو فضة وشايف هنا إن بيكون عندكم تأكيد على الوفرة وتأكيد على النجاحات وتأكيد على الإنجازات اللي بتحققوها الفترة اللي جاية كلكم ماشيين في حال التوكيدات عارفين مثلاً اللي بيقول أنا هاوصل لكذا وبيوصل لكذا أنتو كذلك ماشيين في حال التوكيدات دية بتقول أنا هاوصل لكذا حد ما توصلوا لكذا وشايف حاجة ليها علاقة بالعائلة تعالوا نشوف العائلة معكم هتعمل إيه العائلة أنتو بتحاولوا تثبتولها نفسكم بتحاولوا تقفوا في وجه العائلة معبرين عن شخصيتكم مسبتين على موقف عائلكم كلها رفض موقفكم ده شايف هنا أن بيكون فيه امتنان لتقدير العائلة ليكم الفترة اللي جاية وتقديرها لاختياركم شريك الحياة الفترة اللي جاية شايف أن عائلتك مش المفروض تزعلي منها لأن هي عرفة الجوهر اقرأة الرجال والسيدات العائلتك أو عائلتكم يا مولي برج الأسد عارفين جوهركم عارفين طبعتكم عارفين نفسيتكم فيه انتهاء لفترة مشاكل دامت لشهور مع العائلة الفترة اللي جاية وهيكون فيه شفاء من كل الأسار السلبية اللي استرقتها المشاكل دي في نفسكم شايف إن هيكون عندكم وحدة كونية يعني هتتحدوا مع عائلتكم وهتكون علاقات قوية جداً وهيكون ساعيكم الوحيدة يا المحافظ عليها شايف فيه تغير كتير جداً في تعامل عائلة بتاعتك معاك أو تعامل عائلتك معاك وشايف إنه كنت أساساً بتكتسبوا علاقات من المجتمع من تفاعلكم مع المجتمع وصداقات ما شاء الله قوية جداً 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 بس مشكلتكم الناس اللي لسانها وسخ اللي لسانها طويل الناس دي مش المفروض تتكلموا معاهم لإن الناس دي لما بتعرفوهم وبتسمحوا لهم يعرفوا عنكم حاجات بيروحوا زي ما بيتكلموا معاكم عن غيركم بيتكلموا عن غيركم معاكم وخلي بالكم موضوع الشغف وموضوع الشريك والعلاقة اللي بينكم وبين الشريك القادم أو الحالي أو الكلام ده مش المفروض تعرفوه لحداً من أصدقاء أو لأي حد عشان ما يحكيش عني حاجة ما يبقمش شايف أنه كنتوا بتفكروا تتعدوا عن المجتمع أو عن الأشخاص دول بالذات حتى لو كانوا الأشخاص دولاً بيمثلوا بالنسبة لكم علاقتكم كلها أنتوا هتنهوا علاقتكم مع النوعية دي وهتهتموا أنه كنتوا تعيشوا حياة طبيعية من غير مشاكل ومن غير الأشخاص الساوي دول وتسعوا لتحقيق التوازن في حياتكم والإنهاء الفوضى اللي كنتوا بتمروا بيها في السنوات الماضية بسبب الانفصال عن الشريك الماضي كثير منكم مرة بأحداث انفصال وكانت أحداث انفصال قاسية جداً مع ناس كانوا توقم شعلة وتوقم روح بالنسبة لكم ولكن بسطوا المستقبل وبسطوا اللي بعدها ودلوقتي أنتوا فعلاً رخلين على فترة الهدوء وفترة انتهاء المشاكل اللي كنتوا بتحلموا بيها قبل كده فحاولوا تحموا نفسكم من تقرار أخطاء الماضي اللي كانت نسبب لكم مشاكل كثير شايف هنا ان انتوا مقابلين على فترة زي ما منقول كده فترة نعيم فترة انتهاء مشاكل انتهاء خلافية راحة استقرار فترة هتحلموا بيها بالمستقبل وبتحقيق حاجة مختلفة جداً تعالوا نشوف كرما الظالم بقى وبعد كرما الظالم قبل ما نشوف الفنجان هقول لكم احداثكم الفلكية وصلت لقيل حد الوقتي بس نشوف الاول كرما الظالم وحطوا نوعاكم في اكتر شخص ظلمكم او اذاكم خلونا نشوف الشخص ده عامل ايه دلوقتي مش هنشوف كرما الظالم قوي بقدر ما هنشوف ايه اللي يتحقق من الكرما معايا وإيه اللي هيتحقق قريب مع اكتر شخص ظلمكم او ظلم معاليد برج الأسد وازام نبدأ بسم الله الشخص ده في علاقة سلسية فيه في حياته اكثر من امرأة ولو كانت امرأة فهي فيه في حياتها اكثر من رجل تحديدا ممكن يكونوا اتنين شايف ان الشخص ده بيخسر علاقات كتيرة جدا في حياته بسبب اسلوب الفج وشايف ان فيه في حياته واحدة من الاتنين دول تكاد تكون ساحرة تكاد تكون بتتلاعب بي تكاد تكون بتخرب له حياته شخص ده هيحاول الفترة اللي جايها ان هو يقدم ليكم عرض صلح او يسمعكم كلام كويس يدل على ان يتو كويسة وان هما بيكره قبش عشان ينهي معكم الخلافات لو ليكم عند الشخص ده فلوس هتاخدوها منه شايف استرداد اموال من الشخص ده الشخص ده هيكون عنده زواج بوحدة سيئة او لو كان رجل او لو كانت امرأة هيكون عندها زواج بشخص سيئ جدا هتكون علاقة فيها تعلق شديد وفيها الم شديد وفيها شغف شديد وهيكون الطرف اللي هو اللي مرتبط بالشخص اللي ازاكم هيكون مؤذي جدا مع الشخص اللي انتو فاتحين عليه او اللي ازاكم او اللي افطاقت موالي بورج الاسد شايف ان هتكون فاصلت تحقيق عدالة قدرية غريبة حتى انه كنتوا هتشعروا بسعادة عظمة غير منطقية وشايف ان الشخص ده لو كان متجوز فهو هيتطلق وهيتجوز الست اللي احنا قلنا عليها او الشخص المؤذي اللي احنا قلنا عليها هيئزي يعني هو عنده طلاق وزواج تعالوا نشوف ابرز احداث بقى عندكم ايه الفترة اللي جاية قبل ما نشوف الخرطة الفلكية بتاعكم نشوف ابرز احداث عندكم ايه الفترة اللي جاية بعض الاخبار الحزينة وفاة احد افراد الاسرة هيعترف لك انه مش عايز يكمل العلاقة رجوع شخص قديم لحياتك بعد عدتين شريك من برج ناري هيدخل حياتك لكن انت هتصده الشريك هيطلع عنده مشاكل نفسية كتير حاجات كتير هتغير مصار العلاقة من ناحية الاهل تعالوا بقى قبل ما نشوف الحاجة الفلكية نشوف مشاعر الشخص بقى اللي بتحبوه رددوا اسم شخص تلات مرات وخلينا نشوف مشاعر الشخص ده اللي مولود برج الاسد ايه اكتر شخص اللي يحبه برج الاسد او مرتبط بمشاعر الشريك ما زلت اريدك حتى اللي لم افسح عن هذا انا اسف جدا على كل الالم الذي سببته لك ساعود لك عندما اكون جاهزا حتى وانا منتقي مجددا ستظل تحمل مفتاح قلبي اخفي مشاعر الحقيقية اخاف من التواصل معك شوف بقى احداثكم الفلكية ايه بص يا جماعة الاحداث اللي بتحصل الفترة الحالية عندك اكتمال القمر جاية عندكم يوم تمانية وعشرين يوم اربعة وعشرين اكتوبر القمر بيقترب مع كوكب زحل اللي هو لقوة المجموعة الشمسية الكلام دوت معناه ايه اول حاجة زحل هيكون تأثيره على برج الاسد في ان هو هيزوده حكمه مش هيزوده اكتئاب زي برج الجدي والابراج التانية انت اسم برج نادي وطاقة استحمالك قوية انت بستحمل اسم ضغوطات فلكية كبيرة جدا من كواكب كتير مش هنقدر نقول ان هي فترة اكتئاب انت هتمر بيها هي فترة اكتئاب بس هتربي فيك الحكمة شايفي ان هيكون فيه خصوف جزئي للقمر في الفترة دي الامر اللي هيخليك تسترجع ذكريات كتير من الماضي وتفكر في حاجات كتير من الماضي اتوقع اتفكر في ذكريات عد عليها سنين اتوقع اتفكر في حاجات كتير في نهاية الشهر هيقترن القمر للمرة التانية مع الحشد النجمي بلايدس او الاخوات السبعة ببرج الطور المع واشهر لحشود النجمية المفتوحة في السماء عايز اقول لكم ان الاقتران ده وقت حتى يمكن ان كنتوا تشوفوه ممكن ان كنتوا تشوفوا الاقتران بتاع القمر ده وعايز اقول لكم ان الاقتران القمر ده هيأثر عليكم في ان كنتوا هيتفتح لكم طرق انتوا مكنتش متخيين تتوصلوا لها قلت لكم هجيلكم مساعدة من شخص الشهر ده قلت لكم في حد هيوقف جنبكم وهيساعدكم قلت لكم في حد مش هيسابكم عايز اقول لكم ان يوم تسعة وعشرين اكتوبر بيختارن القمر مع كوكب المشترة الامر اللي بيخليكم تتحسن عندكم الحظوظ المالية بشكل بشع هيكون عندكم اموال من حيث ولا تعلموا اللي عندهم مشاكل مراسة عالقة اللي عندهم مشاكل عالقة اي نوع من انواع المشاكل هتتحل خلينا نتشوف الفنجان نشوف بقى الفنجان عايز اقول لكم اقسم بالله اكتر فنجان مبشر شفته في حياتي يعني شايف الحالة النفسية عندكم هنا في الفنجان ما شاء الله جيدة جدا شايف هنا شايفين السلحفة دي السلحفة برأس طويلة ايه شايف كأنكم ماشيين يعني كأنكم مرأبين هدف مرأبين القمة دي وعايزين توصلوا لها وكنتوا ماشيين بيها ببطء جاء لكم سنين هيجي لكم خبر مبشر انه كنتوا قربتوا توصلوا لهدف استنتوا سنين كنتوا بتسعوا دي هيجي لكم خبر مبشر بالنسبة لهدف ده رقم سبع مكتوب عندكم هنا وده رقم الحظوز السعيدة وابتسامة القدر والوفرة المالية حتى اللي مستنيين لاني كان في حد بتقولي مستنيها حاجة اللي علاقة بالحظ دي المسابقات والحاجات اللي زي كده شايف ان معظمكم هيكسب الحاجات ديت معظمكم هيكون عنده ترقيات في العمل معظمكم هيكون عنده ارباح كتير معظمكم هيجيب عميل جيد قوي وهيكسب فلوس كتير شايف ان انتوا ماشيين الارض اللي ماشيين عليها مرسم لكم يعني انتوا ماشيين على طريق الطريق ده مرسم لكم لحد ما توصلوا لنهايته ونهايته فيها سلام فيها انتهاء مشاكل فيها انتهاء خلافات نهاية الطريق دوت يا مولود برج الاسد بتتوقف على حاجة واحدة بس ايه هي الحاجة دي بتتوقف على ان ربنا كاتبهولك دايما سلم امرك لله دايما ما تخافش انك انت تمشي في سكة لو انت عارف ان اخير هاخير ليك دايما ما تبقاش عندك فقدان الايمان انك انت هتوصل لا امن قول انا هاوصل انا هدفي انا هاوصل الحاجة دي انا شايف تحسن كبير جدا عندكم الفترة اللي جاية في الحالة النفسية شايف بعد تسع عدات او اتناشر عدات شايف انتهاء دان لفترة بعيدة او طويلة او كنتوا يأسين ان الخلاف ده ينتهي شايف حالة نفسية بتتحسن شايف صلح شايف انتهاء مشاكل وخلافات ووصول هدف هيجي لكم بشرة قريب انه كنتوا قربتوا توصلوا الحاجة كنتوا بتسعوا ليها من سنوية ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجكم والحاجز اقراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساف في صندوق الواصل شكرا عليكم السلام عليكم